السلام عليكم بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة تعد بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة واحدة من اللعبات التي تشارك في دورة الألعاب البارالمبيات التي تستضيفها باريس 2024 خلال الأيام الحالية إذ تشهد اهتماماً كبيراً تصدرت بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة محركات البحث على جوجل في الساعات الماضية بعدما خصصت شركة جوجل العالمية تصميماً رمزياً عبر محرك البحث من أجل الاحتفاء بهذه الرياضة المهمة التي تشارك في دورة الألعاب البارالمبيات بباريس كونها واحدة من الرياضات المهمة للغاية والتي تشهد تنافساً قوياً بين الرياضيين المشاركين في الدورة وبالنظر إلى بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة فهي واحدة من أبرز وأهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين أصحاب الإعاقة إذ تتشابه هذه اللعبة في قواعدها مع التينيس التقليدي الذي يمارسه الأصحى باختلاف بعض التعديلات التي تناسب مستخدم الكراسي المتحركة الذين يمارسون هذه اللعبة المثيرة في تنافسها ومن بين أبرز هذه التعديلات في بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة هي السماح للكرة بالارتداد مرتين قبل إعادتها إذ يمكن أن يحدث الارتداد الأول داخل الملعب بينما مسموحاً للارتداد الثاني خارج الخطوط وتنح هذه التعديلات اللاعبين وقتاً إضافياً للتنقل والوصول إلى الكرة نظراً للتحرك من خلال الكراسي على عكس الأصحى وتحتاب بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة إلى مهارات خاصة وتكتيكات استثنائية يتمتع بها ممارس هذه اللعبة إذ يتطلب من اللاعبين المشاركين التحرك بالكراسي بيد واحدة بينما اليد للأخرى تحمل للمضرب وهو يحتاج لمهارات كبيرة فضلاً عن قوة اللياقة البدنية والقدرة على التحمل فضلاً عن رد الفعل السريع خلال المباراة كما أن بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة تحتاج من ممارسيها القدرة على التخطيط الاستراتيجي إذ تستخدك في هذه الرياضة كراسي متحركة يتم تصميمها خصصاً لللاعبين على أن تتميز بخفة الوزن وبزاوية ميل تسمح بالاستدارة السريعة والتوقف الفوري أيضاً في أثناء التحرك وقت المباراة مما يسهم في تنفيذ الحركات بدقة وفعالية ويعد للمشاركون في بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة هم الذين يشاركون أيضاً في عدد من البطولات العالمية القوية منها بطولات الجراند سلامة مثل وينبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وكذلك فرنسا المفتوحة إذ توفر هذه البطولات فرصة حقيقية للتنافس بين اللاعبين على أعلى مستوى وإعدادهم قبل كل دورة من الدورات البارالنبية التي تقام كل أربع سنوات وتمنح البطولات العالمية المشاركون في بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة فرصة حقيقية للمنافسة على أعلى المستويات مع أفضل لاعب التينيس في العالم فضلاً عن تنظيم بطولات خاصة لهم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة المضرب على الكراسي وهو ما يؤكد حالة التطوير والجهود المبذولة من أجل تطوير ودعم البارنبيين على المستوى الدولي وفي منافسات بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة نجح كل من جردون ريدو ألفي هويت من التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي للرجال في باريس 2024 بعدما استطاع الثنائي السالف ذكرهما تحقيق انتصارات صعبة أمام منافسين عالميين الثنائية اليابانية دايسوكي آرايو تكوياميكي على الترتيب في مباراتين كان عنوانهما الندية والإثارة ويعد ألفي هويت هو المصنف الأول عالمياً إذ حقق خلال منافسات بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة فوزاً مثيراً على الياباني آرايو بنتيجة من 7 إلى 5 واو 6 شرطة اثنان في مبارات اتسمت بالتوتر والإثارة بينما فاز ريد على ميكي بنتيجة من 6 إلى 1 واو 6 شرطة واحد ليحقق أول انتصار له في البطولة ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم ضد المصنف التاسع وتشهد الدورة الواحد سبع من منافسات الألعاب البارالمبية الصيفية في باريس بمشاركة 4463 رياضياً من ذوي الهمم منافسات قوية في بالمبياد تينيس الكراسي المتحركة إذ بدأت الدورة 28 أغسطس وستستمر حتى 8 سبتمبر وتذاع عبر قناة اللجنة البارالمبية الدولية على يوتيوب بينما قناة أبو ظبي الرياضية تبث بعض الفعاليات على شاشتها الفضائية وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد اشتركوا في القناة